ساعات من مواجهة طبعا منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2026 في الاختبار الرسمي الأول لحسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني اللي خض مباراتين والديتين الأولى أمام نيوزلندا والتاني أمام كرواتيا واللي طبعا فاز في الأولى وخسرة في المباراة التانية اللي تبعناها كلنا كانت في بطولة المصر الدولية اللي كانت مقامة في العاصمة الإدارية حسام حسن من ساعة ما تولى المسئولية إلى المعسكر الحالي دخل في عدة طبعا أزمات ومشاكل عشها مع طبعا السوشيال ميديا ووسائل الاتصال الاجتماعي وأيضا جميع وسائل الإعلام مقروء أو مسموعة أو مرئية وبالتالي كان الأزمات متعلقة على رأسها بمحمد صلاح ثم أحمد فتوح وأخيرا عمر كمال عبد الواحد وفي أول معسكر رسمي لحسام حسن ضم السلاسي وأنهى على كافة المشاكل وأصبحت الأزمات والمشاكل ليست لها علاقة لا بالجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن ولا باللاعبين عقد جلسة مع محمد صلاح النجم طبعا الأشهر وأحد النجوم التاريخيين في الكرة المصرية والإفريقية والعالمية عقد جلسة بمجرد انضمامه لمعسكر المنتخب يوم السبب التزم محمد صلاح بالموعد اللي بلغ بي المسؤولين في المنتخب الوطني وتواجد قبل الموعد الرسمي بيومين أو بـ 48 ساعة حرصا من محمد صلاح على حل أي أزمة وضرب أي محاولات لطبعا عدم التأهل إلى المونديان وبالتالي تواجد والتزم محمد صلاح في المعسكر ورحب بحسام حسن وإبراهيم حسن مدير المنتخب ثم كان طبعا الإعلان عن قيمة المنتخب وتواجد أحمد فتوح اللي كان الجميع بيردد وكان بيؤكد على وجود أزمة ما بين أحمد فتوح لاعب نادي أزة مالك وحسام حسن وقت ما كان أحمد فتوح بيلعب في سموحه وفي نفس الوقت كان حسام حسن متواجد كمدير فني للفريق السكندري لكن حسام حسن أعلن تواجد أحمد فتوح دون أن يكون هناك أي شروط أو أي جلسات وبالتالي ضم أحمد فتوح ولما أحمد فتوح اتصاب وتعرض لإصابة أدت لاستبعاده من المعسكر الحالي على الفور تم استدعاء عمر كمال عبد الواحد أحد اللاعبين اللي كان حسام حسن على خلاف معاهم وقت ما كان برضو حسام حسن بيقود النادي المصري وخرج عمر كمال عبد الواحد وأطلق تصرحات تجاه حسام حسن وقت ما كان مدير فني للمصري لكن حسام حسن تجاوز كل هذه الأزمات من أجل هدف واحد وهو التأهل للمنديان ولما تلاقي حسام حسن بيقول لك دوة قبل المعسكر الرسمي تقول لا ده هو بيقول أي كلام ده هو بيقول تصرحات بس مجانية في البداية علشان كمان الانتقادات اللي وجهها من خلال تصرحاته أو بعد تصرحاته عقب تولي المسؤولية لكن لما تلاقي التصرفات تتناسب مع التصرحات هنا لابد أن انت تعلن عن أن حسام حسن فعلا الكلام اللي قاله بينفزه اللي هو أنا هدفي مصلحة المنتخب الوطني حسام حسن من ساعة ما تولى المسؤولية وهو بيحاول أشد وحريص جدا على أن ينهي كافة الخلافات اللي وجهها في بداية تولي المسؤولية لكن